السلام عليكم متابعين دراما سبورت تقييم لاعبي منتخبنا بعد مباراة كوريا الجنوبية انا متأكد في ناس رح تقول ما في داعي للتقييم المستوى كان سيء اللاعب كانوا سيئين ومنتخبنا تعرض الخسارة بنتيجة 2-0 وخرجنا من التصفيات الاسيوية ولا اسف على اللبن المسكوب لكن دائما من المهم جدا تقييم بعض اللاعبين مشان اذا لاعب قدم مستوى جيد بغض النظر عن بقية اللاعبين نحكي عن هذا اللاعب وما يروح بين الرجلين ويتعرض للظلم وبالتالي اذا في لعب قدم ولو بنسبة 50% مستوى جيد فلازم نحكي عنه كمان وبطبيعة الحال فالمجمل العام لأداء المنتخب السوري واللاعبين منتخب سوريا كان سيئ جدا الاحصائيات الفردية والجماعية كانت سيئة جدا وقبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى اذا ما عم توصلك الاشعارات تعمل اشتراك بالقناة قعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا التفاصيل نبدأ بحراسة المرمى ابراهيم عالمي كمان يعني انا متأكد رح تسألوا عن ابراهيم عالمي وعن المنشور اللي كتبوا على حساب الانستجرام وصفحة الفيسبوك هذا الموضوع ممكن نناقشوا بفيديو اخر بفيديو منفصل لحتى الفكرة توصل بشكل افضل يعني اذا خلطنا الحابل بالنابل فاكيد ما رح توصل الفكرة بالشي اللي نحنا بدنا اياه وبغض النظر عن الشي اللي كتبوا فنحنا رح نحكي عن الشي اللي شفناه بالمباراة ابراهيم عالمي يعني كان سيء جدا اي شخص متابع صار بيعرف هذا الكلام الا ممكن ابراهيم عالمي نفسه ما بيعرف من كان سيء بالمستوى ما عمل اي شي للمنتخب بالتصفيات تصفيات للنسيان للحارس الاهداف مكررة هدف من بعيد هدف من عرضية فانت عم بتشوف نفس الحالات الدائمة لداء الحارس فاذا هو شايف شي تاني بصراحة انا مستغرب يعني اذا هو مختلف حول الشي اللي عم بيحكيه المحلل والمتابع والجمهور فهون على الدنيا السلام لازم اللاعب يكون مقتنع تماما بان الجمهور مانو ضده والجمهور عم بيحكي الشي اللي عم بيشوفه لو كانت اول مرة عم تتسجل بمرمى العالمة عرضية فمنقول الامر مرة وصدفت وتسجل لكن بكل مباراة تتسجل عرضية وتزديدة من بعيد فهون يعني خلص انتهى الموضوع حول هذا الجدال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وما بتنفع لمنشورات ولا اي شي رح نناقش حول هذا المنشور بكرة ان شاء الله بشكل عام رح نعطي تقييمات افضل من صفر من عشرة لان هاي المباراة كانت قدام كورية جنوبية ما كانت قدام الامارات المنقوص عدديا ابراهيم عالمي تصدى لكورة وحيدة خطيرة جدا والاهداف اللي تلقاها بيتحمل اذا ما قلنا المسئولية بالكامل فجزء كبير من المسئولية واحد من عشرة لابراهيم عالمي منروح للعب الاخر ثائر كروما ثائر كروما مدافع منتخبنا بيلعب مباراة بيغيب مباراة بشكل عام هو لاعب خطوسة ارتكاز عمل تدخل واحد ناجح نسبة تمريرات كانت جيدة من 28 تمريرة مررت 20 تمريرة صحيحة فينا نقول نسبة جيدة للاعب قلب مدافع عام بيحاول بناء الهجمة بشكل عام عدد التدخلات كان قليل جدا موضوع التغطية بالهدف الاول بيتحمل مع المدافعين والحارس اكيد وحتى الهدف التاني احد مهام ثائر كروما او عمر ميداني يمنعوا التزديد من بعيد ويتقدموا نوعا ما الى الامام فهذا الشي ما شفنا بصراحة 2 من 10 لثائر كروما عطفا على موضوع نسبة التمريرات الصحيحة ببناء الهجمة نروح لعمر ميداني نفس التدخلات اللي عملها ثائر كروما عملها عمر ميداني تدخل واحد ناجح فقط لا غير بالنسبة للتمريرات فالاحصائيات سيئة جدا 50% وحتى اقل من 50% من 24 تمريرة فعمل 12 تمريرة صحيحة اي ان ببناء الهجمة انت اذا عملت وشتتت كرات فالمنتخب ما بيستفيد اي شي لا من ناحية التحول من الدفاع الى الهجوم ولا من ناحية الاستحواز ولا باي شكل من الاشكال فكان التشتيت مبالغ فيه من عمر ميداني وهذا الشي نتيجة عدم الحضور الزهني بعدة كرات كان الامر بسيط جدا وكان التمريرة ممكن تكون سهلة لكن كان عم بيسددها بطريقة عشوائية فواحد من عشرة لعمر ميداني بالنسبة لمؤيد الخولي فممكن بالخط الدفاعي كان مؤيد الخولي هو الاميز لأن لعب بمركزين بالشوط الاول لعب كقلب مدافع مع ثائر كرومة وعمر ميداني عمل تدخل ناجح وبالشوط التاني مع بداية الشوط التاني اعتمد تيتا على مؤيد الخولي كظهير يمين فكان عم بيلعب بمركزين بالتغطية نوعا ما كانت جيدة ما كانت فيه اخطاء بالتغطية بالاضافة لصناعة احد الفرص لمؤيد الخولي فينا نقول يعني ثلاثة من عشرة لمؤيد الخولي كان اميز من ثائر كرومة وعمر ميداني بالخط الدفاعي وكان ظاهر اكتر عمر ميداني باول ثلاثين دقيقة من الشوط الاول كمان كان ظاهر لكن موضوع التشتيت بصراحة كان مبالغ فيه وكان سيئ جدا فيه بالنسبة لعمر جنيات فمستوى سيئ عمر جنيات بكأس العرب الكلمة دح فيه يعني التقييمات كانت تسعة من عشرة تمانية من عشرة لعمر جنيات بيشارك بالحالة الهجومية خصوصا بمباراة كوريا الجنوبية انت عم تلعب بطريقة ثلاثة أربعة ثلاثة أو ثلاثة خمسة اثنين فانت عندك الحرية الكاملة انك تتقدم للأمام تصنع فرص تعمل عرضيات تشارك بالحالة الهجومية وانتو ما شفنا اي شي من عمر جنيات بصراحة كان مباراة للنسيان واحد من عشرة لعمر جنيات لأن المستوى كان سيئ جدا ظاهير اليسار محمد صهيوني محمد صهيوني مظلوم لها السبب يعني أنا كتقييم بعطي 2 من عشرة نعم الهدف الأول من جهة محمد صهيوني رغم تواجد عمر جنيات ومساعدة عمر جنيات بس خلاص يعني كموضوع العرضيات ومنتخب كوريا الجنوبية دارس منتخبنا بس مظلوم لأن إلى الآن لاعب شاب والأمر الآخر بمحمد صهيوني ما لعبوا بمباراة الإمارات الأسهل واللي ما كان فيها بندر الإحبابي فكان ممكن محمد صهيوني بالمباراة الثانية يكون مسيطر أكتر فهمان مركزه أكتر فهاي العشوائية بحملها للمدرب أكتر من اللعب بحد ذاته فبالتالي 2 من 10 لمحمد صهيوني المستوى ما كان جيد بس معذور اللعب نروح للعيبة خط الوسط كامل إحميشة مباراة جيدة مباراة جيدة لكامل إحميشة كأحصائيات كأرقام كتدخلات ناجحة يعني ما بظن أي شخص تابع المباراة بإنصاف ما لازم يظلم كامل إحميشة كامل إحميشة عمل 3 تدخلات ناجحة بنسبة تمريرات 81% صح فهون انت بتشوف نسبة تمريرات جيدة بتشوف 3 تدخلات ناجحة للاعب خط وسط كان بيتواجد بعدة أماكن بيساعد الأظهرة خصوصا بالشروط الأول كان بالفعل كامل إحميشة لعب مميز وواضح جدا بخط الوسط وكان مستوى رائع لكن فقط فينا نحكي عن الكرات الأمامية والكرات الطولية لسه كامل إحميشة بده شغل بهذا الموضوع بس بشكل عام أنا ما شفت إن كان سيء 4 من 10 إلى كامل إحميشة اللاعب الآخر أوليفر كاسكاو نسبة تمريراته لسه أفضل من كامل إحميشة بـ 84% نسبة تمريرات صحيحة وكمان بيتميز عن كامل إحميشة بأن التمريرات أكتر إلى الأمام وليست إلى الخلف الخلف سهل جدا أنك تمرر للاعب مدافع وبعد اللاعب المدافع يشتتها فالأمر ما استفدنا أي شيء لكن نسبة تمريرات أوليفر كاسكاو للأمام كانت أكتر هذا الشيء أكيد كان مميز بـ أوليفر كاسكاو تدخلات كامل إحميشة كانت أكتر من تدخلات أوليفر كاسكاو كمان هذا الشيء لازم نحكيه للتدخلات لكامل إحميشة تدخل واحد فقط لأوليفر كاسكاو بشكل عام لعيبة خط الوسط بالهدف الأول أكيد ما بيتحملوا أي شيء من المسئولية لكن الهدف الثاني بيتحملوا جزء من المسئولية كان لازم يمنعوا لاعب المنتخب الكوري الجنوبي من التزديد تكون التمركز أصح بس بشكل عام كمان أوليفر كاسكاو أربعة من عشرة الموضوع اللي بيتعلق ليش أربعة من عشرة ليش مستة من عشرة لكامل إحميشة وأوليفر كاسكاو عم تحكي عن تدخلات ناجحة عم تحكي عن نسبة تمريرات جيدة لأن بصراحة الهدف الثاني ما كان لازم يتسجل بالكورات البعيدة خصوصا أننا بنعرف بأن أي كورة بعيدة ممكن تتسجل هدف فبالتالي لعب خط الوسط لازم عامل هذا الحساب بشكل كبير ويمنع أي تزديد بظلم يعني أنه فيها نوع من العدل أربعة من عشرة بالنسبة للتطبيقات والبرامج اللي عم تستخدم الإحصائيات أو تستخدم التقييمات بتعطي ممكن لكل اللاعبين أكتر من ستة من عشرة لكن هاي تقييمات برامج لكن تقييمات الجمهور والمشاهدة أكيد مختلفة تماما عن تقييمات التطبيقات اللي ممكن حتى ما عم يتابعوا المباريات أو ما بعرف كيف عم يتابعوها منروح لمحمود المواس بصراحة عدد اللمسات يعني تكاد لا تذكر للكرة يعني إذا بنا نحكي عن التمريرات الصحيحة هو أساسا ما لمس الكرة إلا عدة مرات بكل المباراة ما في شيء يذكر لمحمود المواس إلا الفرصة اللي كان ممكن يسجل منها هدف بخطأ من المدافع الكوري الجنوبي فهاي الفرصة ممكن نقول لتنين من عشرة لأن كان سريع البديهة بمعرفة بأن اللاعب الكوري الجنوبي ممكن يعمل هذا الخطأ يعني كان حاضر زهنيا على الأقل بهذه اللقطة بس بشكل عام الفعالية غير موجودة اللاعب مع المنتخب بآخر مبارتين ثلاثة ما عم بيأدي بالشكل المطلوب مع نادي الشرطة بيأدي وهذا الشي بطبيعة الحال ناتج عن عدم الاستقرار الفني والإداري ما بيتحمل فقط اللاعب المسؤولية لكن نحن عم نحكي عن الشيء اللي عم بنشوفه فقط لا غير ما عم نحكي عن المشاكل الإدارية والمشاكل الفنية عم نحكي عن الشيء اللي شفناه لما بتشوف لعب بكل المباراة ما لمس الكرة أكتر من عشر مرات فهون أكيد السؤال المكرر ليش ليش ما لمست الكرة وما كنت مشارك بالهجمات ولما بتشارك بالهجمات ما كان في الفعالية المطلوبة فقط بهجمة واحدة لأكتر والأقل نروح لملهم بابولي كمان ملهم بابولي بصراحة عدد اللمسات للكرة اللي تم تغيب اللاعب ما حدا مرر للعب هذا الشيء كان واضح جدا بس اللاعب كمان يعني بصراحة حيانا كان بيتواجد بمراكز كنت بحس بأن المراكز غير صحيحة تمركز ملهم بابولي كان لازم يكون عجناح اليسار وتمركز محمود المواس كان لازم يكون أقرب على اليمين أو كمهاجم تاني أنا حسيت بأن ملهم بابولي عم بيلعب بمركز أو عم بيشتغل بطريقة نوعا ما عشوائية لا هو بصانع العب ولا هو عم بيلعب بالجناح الأيسر يعني المراكز اللي معتاد عليها ولما بتلعب بملهم بابولي كمهاجم تاني فأنت بتحتاج للعب من العمق فهون أنت ما عم بتلعب من العمق استراتيجية واضحة لطريقة اللعب ولا عندك عرضيات فكان الوضع يعني سيء لأي لاعب بس بشكل عام ملهم بابولي فقد الاستحواز على الكرة مرتين انقطعت من اللاعب مرتين فواضح جدا أنه بعيد كل البعد عن الانسجام مع اللاعبين وهذا الأمر أكيد معزور في اللاعب نحن بنحكي عن الأحصائيات عن الشي اللي شفناه بالملعب ما عم بنحكي عن الأعزار أعزار اللاعبين فيه لاعب جديد انضم للمنتخب في لاعب القرار الفني ما كان جيد بطريقة تمركزه بالملعب هذا أمر آخر لكن كأحصائيات أكيد واحد من عشرة لملهم بابولي منروح لعمر خريبين أسوأ مباراة لعمر خريبين بشوفها بكل حياتي حتى بالمباراة اللي كانت قدام الإمارات لما ضيع عدد كبير من الفرص يعني كان جيد وقلتب بهذاك الفيديو نعم ضيع عدد فرص لكن كان عم بيتمركز صح كان عم بيتواجد صح كان عم بيشتغل صح ضيع فرص ماشي بس إنك كمان لما بتستحوز على الكرة ما تعمل تمريرات ممكن عامل 3 إلى 4 تمريرات للعيبة ما كان عم بيتشارك مع حدا أنانية مفرطة وفقد الاستحواز نتيجة الأنانية خمس مرات لاعب مهاجم عم تلعب عم تفقد الاستحواز خمس مرات فبصراحة أرقام كارثية ما بعرف كيف اللاعب بيتحمل هيك أرقام هو لاعب أفضل لاعب بآسيا بال2017 لاعب محترف لاعبان مع الهلال لاعبان عم بيلعب حاليا مع الوحدة الإماراتي فإذا هو بيقبل هاي الأرقام فعادي لازم يقبل كمان الواحد من عشرة الأمر بديهي جدا وبسيط جدا بالنسبة للبودلاء فرح نحكي عن محمود البحر وحسام عايش أكتر من محمد ريحانية ومحمد عنز لأن محمد عنز ومحمد ريحانية دخلوا بالشوت الثاني بآخر عشر دقاية بآخر اتناعش دقيقة والنتيجة 2-0 فالموضوع صعب جدا إصلاح ما يمكن إصلاحه نحن منحكي عن حسام عايش ومحمود البحر بالنسبة لي شخصيا محمود البحر يستحق أفضل تقييم بالمباراة خمسة من عشرة لمحمود البحر لعدة أسباب لمس الكرة ست مرات وعامل ست تمريرات صحيحة من دون أي خطأ بالتمرير وهو أساسا لازم يلعب كمهاجم صندوق وليس جناح يمين أو جناح يسار أو من هالمراكز اللي دايما عم بيحطوه لمحمود البحر فيها خوفا من عمر السومة وعمر الخريبين بصراحة بنحكيها إذا بدك تعمل تبديل لمحمود البحر إذا ما عم تعطيه الفرصة بشكل أساسي يا عمي لما بينعطيه الفرصة احطوه كمهاجم صندوق كمهاجم صندوق بينفعك أكتر لأنه بيفتح مساحات بصراحة كمان يعني عنده الحيوية عنده الرغبة عنده الروح عدا عن ذلك فمحمود البحر هو اللاعب الوحيد اللي مرر تمريرة هدف نحن لما بنحكي عن الكرة السابطة اللي عملها محمود المواس لعمر الخريبين وتسجلت لكن حسب التسلل هاي مانا تمريرة هدف هاي مجرد كرة سابطة لما بتحكي عن لعب عم بيمرر تمريرة هدف ففقط محمود البحر مرر تمريرة الهدف لحسام عايش اللي ما سددها وما حاول التزديد فقط مررها وحاول التمرير لعمر خريبين فبالتالي تمريرة الهدف مع عدد لمسات صحيحة وتمريرات صحيحة أكيد خمسة من عشرة لمحمود البحر كأفضل تقييم منروح لحسام عايش بصراحة أداء عادي جدا بل أقل من عادي في أخطاء التمريرة اللي مررها محمود البحر كان لازم يسدد أفضل من الخيار اللي أخده بشكل عام كمان حسام عايش لعب معزور وحاكيها قبل المباراة حسام عايش وملهم بابولي ما لازم نقسة لعبة لأن حسام عايش وملهم بابولي أول مباريات مع المنتخب أنت عم تحكي عن لعبة لسه باديين جديد أول 30 دقيقة لحسام عايش نعم كرؤية بالملعب واحد من عشرة كأمور عدم انسجام ظروف إيش ما بدت تحكي يحكي لكن حسام عايش ما فيك تأسى على اللعب مجرد جاي أول مرة بحياته عم بيلعب مع المنتخب فهاي هي الفكرة يعني أنت عم بتشوف المباراة عم بتشوف مستوى اللعب عم تعطي رقم لهذا اللعب بس فيه لعبة معزورين وفيه لعبة أكيد كانوا لازم يتحملوا مسؤولياتهم وما تحملوها للأسف بالنهاية أكيد الخسارة قدام كوريا الجنوبية خسارة متوقعة أكيد منتخب كوريا الجنوبية أفضل من منتخبنا بس لما بنشوف فيه تقصير من اللاعبين لازم نحكي عن هذا التقصير لأن التقصير واضح وفاضح أتمنى أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة